اهلا اهلا وسهلا بحضراتكم وطبعا جيد الوقت بقى معدنا مع فقرتنا المفضلة ولقاءنا مع مولانا وفقهنا المفضل فضيلة الدكتور الشيخ احمد كريمة واستاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر منورنا مولانا وكل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم بارك الله فيكم واعاد الله رمضان على الانسانية جمعاء بالخير واليمن والبركات اللهم امين امين رمضان يا مولانا واهمية رمضان وما يمثله رمضان وافضل الامور التي يجب ان نحرص عليها ونحن لسه مقبلين على الشهر المبارك نعم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان يمثل للمسلمين امورا مهمة للغاية تتمثل في امور ثلاثة اولا انزال القرآن الكريم سواء الاجمالي من تحت عرش الرحمن الى السماء الدنيا الاولى كان في شهر رمضان وهو المعنى بقول الله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وايضا الانزال التفصيل في ثلاثة وعشرين سنة المعنى بقول الله تعالى إِنَّا أَنْزَنَّاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّا أَنْزَنَّاهُ فِي لَيْلَةِ الْمُبَارَكَ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِي سُورَةُ الدُّخَانِ من أول اقرأ بسم ربك الذي خلق إلى قول الله في سورة البقرة وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثم توفق كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون تلتاشر سنة في مكة وعشر في المدينة ثم إن النبي محمداً صلى الله عليه وآله كان يعتكف لمدارسة القرآن الكريم مع سيدنا جبريل عليه السلام كما في صيح البخاري بالسند أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة المعلم الثاني سيد الكريم الإعلام الواعد السيد يوسف الحسيني أن النبي نبئ في رمضان يعني جاءه الأمر بالنبوة في رمضان ليبلغ للناس ما نزل إليهم من ربهم لكن نحن الأسف بنغفل عن هذه القيمة الكبيرة جدا أو عن هذا المعلم يعني كان من المفترض أننا نعي نحن المسلمين أن البعثة النبوية المحمدية الرسولية كانت في شهر رمضان من لحظة اقرأ بسم ربك الذي خلق لست أدري إلى الآن لماذا تخلو التقويم الإسلامية عن تأريخ البعثة النبوية في شهر رمضان لست أدري الأمر الثالث أن فيه شعائر عبادية ينفرد بها شهر رمضان طبعا معروف الصيام من طلوع الفجر الصادق إلى تمام غروب الشمس قلوا واشربوا حتى يتبع لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل يعني المغرب بغروب أو بتمام غروب الشمس في نوع من الصلاة معروف بيقتصب رمضان صلاة القيام أو الترويح في نوع من الزكاء أو الصدقات بنسميها صدقة الأبدان ألا وهي صدقة الفطر ثم إن العمر في رمضان بتعاد الحج ثم إن رمضان في خير الليالي أو سيدة الليالي ليلة القدر وإن كان بعض المسلمين أو معظم المسلمين يتوهمون أو يظنون أنها ليلى لمزادات الدعاء لحظوظ الدنيا والأمر ليس هكذا فإن السيدة عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصنع إن وفقت ليلة القدر قال يا عائشة اللهم إنك رب عفو كريم تحب العفو فعفو عندي بطبيعة الحال هذا زخم عظيم بيمتز به شهر رمضان فيجب كما تفضلت نتعايش معه ليس بالمآكل والمشارب لا نحن نريد الزخم الوجداني إنما مش حظوظ المعدة لأن سيدنا الإمام أبو حمد الغزالي رضي الله عنه في كتابه الماتة أحياء علوم الدين قال الصيام على ثلاثة أنواع صوم العوام وصوم الخواص وصوم خواص الخواص صوم العوام يعني امتناع عن الأكل والشرب والشهوة الجنسية من طرع الفجر الصادق إلى تمام غروب الشمس هذا صوم العوام لكن صوم الخواص الصوم عن المعاصي والسيئات نأتي لهذا العام أعلى أو أشد أو أبشع أو أفضع المخالفات أو المحظورات أكل أموال الناس بالباطل أكل أموال الناس بالباطل أبشعها رفع الأسعار احتكار الأقوات أو دي من أبشع الجرائم أنا لسته أدري كيف أن إنسانا يحتكر أقوات الناس الضرورية اللي عليها قوام الحياة في شهر مبارك كمان مشكلة مشكلة جدا فده لا أدري يعني كيف يا صوم يعني المثل الدارج الشعبي يقول لك صام صام وفطر على بصرة يعني بصرة يعني ما فيش صيام ولذلك الرسول على السلام قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش والآن أنا بقول للتجار من الآن بقول للباعة سواء كانوا بالجملة أو بالقطاع أو بالتجزئة وعيكون متصور أنه لما يقف في السوق أو غير السوق ويغلل على الناس الأسعار أو يحتكر الأقوات ما بيقولوا إيه بقى حتى قبل ما أطلع الفصل يقول لك هي تجارة واللي عاوز يشتري يشتري واللي مش عاوز يشتري هو حر لا ومش هو حر حضرتك الإسلام بيرشد إلى أولا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هذه واحدة الأمر الثاني الرسول على السلام دعا لمن يرفق بالناس اللهم من رفق بأمتي فارفق به ومن شق على أمتي فاشقق عليه المحتكر خاطئ وملعون والجالب اللي هو بيستورد للناس مرزوق اللي بيحتكر الأقوات الرسول يحذره أن يصيبه الفلس والجذام يعني الأمراد والعزو بالله السيئة فهنا حضرتك هذا أمر الأمر الآخر مثلا فيه انسياب المرور في الشوارع يعني بعض الناس في السيارات إذا كان يجيد القيادة ممكن يضيق الناس ويعطلوا المرور ما دي معصي تعطيل مصالح الناس دي قافة فوت علينا بكرة فوت علينا بكرة لا خلاص عايز يمشي بدري هو آه عايز يجي عشرة ويمشي اتناشر هذه خيانة 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 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قال صلى الله عليه وسلم أد الأمانة لمن ائتمنك لكن يجي تلبس إبليس يقول له وإحنا إن شاء الله يؤدوا فلسه لا أنت تعاقدت وتعلم أن الدخل كذا يبقى هنا في صورة المائدة أو فوق بالعخود تاني حاجة حالة الهاجان من بعض الناس خاصة المدخنين في البيوت يعملوا حال الطوارئ بقى أن السيدته صائم طوية المرأة من الصائمة لك بعيدوا عن وشي هو الولاد من الصائم لا ليس الأمر كذا نريد أن نستعذب الصيام طيب أنا عايز أستأذن أطلع فاصل وعايز أرجع بعض الفاصل على مسألة استعداب الصيام دي حلوة أوي نعم وإيه هو صيام خواص الخواص حسنت حسنت خلونا نروح للفاصل ونرجع مع مولانا فضيلة الدكتور الشيخ أحمد كريمة وصدى فقه المقارن بجامعة الأزهر استنونا طيب خلوني هستأذنكم نجدد ترحيم مرة تانية بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وكنا نتكلم على مسألة صيام خواص الخواص طبعا واللي أبليك قلنا صيام الخواص اللي هو الصوم عن المعاصي والسيئات أيه أما صوم خواص الخواص درجة يعني سامية للغاية أن يصوم القلب عما سوى الله شوف ده مقام الشهود إذا تكلم فبالله وإذا مشى فبالله وإذا نوى فبالله هنا بقى المعية مع الله سبحانه وتعالى فلا يرى في الكون كله بعين البصيرة إلا الله سبحانه وتعالى الثلاثين يوم لا تخطر لي خاطرة دنيوية كلها في رحاب الله ولذلك حضرتك يعني أحسنت أن أنت اخترتنا سوم خواص الخواص لإحنا عادي أنه نبه ربات البيوت إحنا بنضيع أنفس وقت في السنة في أمور الدنيا يعني حضرتك مثلا الآن وفي بداية رمضان لو أن نبتدى الشعب الحمد لله يافيق من هذا اللي هو تخزين المواد الغذائية ياريت نقل عنها ويبقى يوم رمضان يوم عادي ولا نجد أزمة لحم ولا سمك ولا دجاج ولا مش عارف أول يوم وكأن القيامة قامت الله ما تخليه يوم عادي أدي واحدة الحاجة الثانية حضرتك للأسف خلاصة رمضان بقى الثلث الأخير أنت عارف أن السيدنا النبع السلام جزأ رمضان إلى ثلاثة أجزاء أوله رحمة وسطه مغفرة وأخره عدكم من النار أوله رحمة بيروح للعزمات والمآدب إحنا ما نمنعش صلة الأرحام ومبرّة الزملاء والأصدقاء لكن لو كان الطعام مبسيطا وغير مرهق لا على البدن في البيت على الطاب خليها المرأة غالبا ولا على الجيب إنما حضرتك إحنا عندنا للأسف صورة منكرة من الإسراف وربنا سبحانه وتعالى قال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشيطين يعني مماثلين للشيطين وكان الشيطان ربه كفورا لماذا لا تكون العزمات في حدود الحاجات الضرورية يعني المثل بقولك لئيني ولا تغديني مثلا إنما لماذا نصنع طعام يكفي ثلاثة أربعة أيام أو يلقى في القمامة أو تقول أيه قضي المشكلة يعني ساعات كتير جدا من أمهتنا وزوجتنا وأخواتنا يقولوا إيه ما هون لي مش هيتكل في عزومة النهاردة هنأكلوا إحنا بكر قد تتدجر أو تتأفف النفس يعني أذكر أنا في إحدى لما كنت في إعارة لسلطنة عمان الحبيبة ورحمة الله على السلطان قووس لأن عصرته ست سنين كان حكيم العرب وهي بلد مسلمة جدا شعب العماني شعب مسالم فالمهم دخلت محل الشركة مصري مثلا بالكلوات بقى سواء فكاء أو خضار كان معايا زميل في الكلية من المصري فرط كان دي فلقدوا بيشتري بالثمرة واحدة يعني تفاحة فأنا بأسأله كده على ما أدي أعرف على المتاصر من الإنجليزي قال أنا بأكل فرش أنتوا عرب تخزينوا الأكل يوم واثنين وثلاثة أنا بأكل فرش تهدي يوميا هو ده اللي أمر بالإسلام صدقتي فالشاهد لماذا لا تكون العزومات أو المآدب أو الولائم خفيفة بسيطة سهلة في متناول أتقل بالشرية ومتناول الجيب هذه واحدة الشيء الثاني لماذا نضيع العرش الأخير من رمضان النابي كان بيعتكف فيه لمدارسة القرآن يبتد البيوت تشد طوارئ لكسوة العيد والكعك والبسكويت يبقى احنا ضيعنا أوله رحمة وضيعنا الثلس الأخير وأخيره عيدكم من النار وما بين ده وما بين ده عمليه نلهس وراء المآدب وراء ياريت ان احنا نعيد طيب احنا برضو عايزين نفرح مولانا ايوه بصاج الكحكو وصاج البسكويت ولم تلعيه للصبح على الفطار بتاع أول يوم العيد ماشي احنا لا نمنع بس الرصالة بس بالعقل اسم لنا الوقت واسم لنا المهام واسم لنا المسئوليات يا مساء نقول ايه ان لبدنك عليك حق وان لزوجك عليك حق وان لزورك يعني المعدة والحلق عليك حق وان لربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حق اقوله حق الله احنا بقى من قلش سدح مداح لا نريد الترشيد يا سيد الكريم الترشيد وبرضه بنختنم بنقول يا ايها الشعب الطيب المتدين منذ قبل التاريخ نريد ان يكون رمضان فرصة للألفة والمحبة وترشيد الانفاق انما النفس البشرية شوف بقى ما بيروح السوق يشتري قد لا يحتاجه ليه لان العرب قالت ان العينة تأكل قبل المعدة كل اللي يرعز يشتريه لا يا سيدي برضو حضرتك احنا نغتنم رمضان نريد اللحمة المجتمعية لها حق على الناس يعني من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم فقط قفر بما انزل على محمد لماذا نرضى حضرتك من اعمل طبق رمضان للمتعففين ونغرس في ابنائنا ان هما يذهبون الى بيوت المتعففين في كل حي في كل عزبة في كل ناجع في كل كفر في كل قرية وهكذا بحيث ان بفضل من الله عز وجل هؤلاء الناس اطعام الطعام اشوف حضرتك الانفاق السلام لما سئل عن ارق السلوكيات قال اطعام الطعام بدأ بيه وبعدين الافشاء السلام ان تسلم على من تعرف ومن لا تعرف ايضا من منبرك منبر التاسعة مساء اريد ان اقول شيئا يعني محبب الى النفس نريد ان احنا نزداد اللحمة الوطنية يعني يمكن اخوتنا اهل الكتاب من المسيحيين تقريبا في بدءا من السلوث الاخير بينتهي الصيامهم لو كن اي مستمو انت لك صديق او معرفة مسيحي متعزمه معاك يريت اعزمه يفطر معاك قد تفالك انا اقول لك على الشيء حصل لامس والله العظيم القص ناصر من مغاغة في محفظ المينية اتى لامس بشوال في خمسة وعشرين كيلو فول مدمس تسلم يا ابونا تسلم يا ابونا شوف المحبة شوف المحبة فاحنا نريد ايضا نغتنم شهر رمضان انا برف احد المحلات الكبرى فانا طبعا بشتري امش ترشيدا على قدي فوجدت احد رتب الكنسية ايضا بيشتري امش رمضان فابتسمنا البعض انا طبعا لبس العمة و لبس زي الكنون فبقولي شوف انا برضو بشتري العمامة البيضاء والعمامة السوداء نعم قلت له هي دي مصر هي دي مصر طبعا مولانا انا عارف انك انت في الضحية كمان بتوزع على جرانك من اهلين المسحية طبعا و ده اللي عامل سيدنا عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه يا دي انا عارف لان انت عندك جران مسحين بتوزع اليوم من الضحية عادة طبعا ده يعني شرف لي لان دولة دي مصر و دي برضو انا بقترب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر بن عبدالعزيز يعني سيدنا عمر بن عبدالعزيز لما ذبح الاضحية فقال لخادمه ابدأ بجيراننا فالخادم تبسم قال له اول جار لنا في دمشق جار يهودي قال ادفع له فهو له حقان حق الجيرة و حق انه من اهل الكتاب اه انا اريد ايضا ان الفت الى خلق يجب ان انبع عليه مع اغتنامنا يعني لما تفضلتم بالوقت فيه ارجو مرووج الاشعات يتقوا الله في رمضان ارجو الاسراب المغردة خارج الوطن ان تراجع نفسها وتعود الى حضن الوطن فخيركم خيركم لأهله لذا المهبي غرد بره ويتآمر على بلده ويطلق الاشاعات ويطلق الادعات اهي كل عالم كله الان وانا وحييك على الفق على مرة حلقة اقتصادية كانت مقنعة منك جدا صراحة العالم كله بيمر الان بازمة خانقة اقتصادية ليست مصر والحمد لله احنا مش مخنوقين الاسواق ممتلئة الخضار الفاكهة المواد التموني اي مواطن يدخل اصغر محل بآله وبسعر ما اقول موجود فاحنا نريد انا بابو اوناشد الذين يغردون خارج السرب عودوا الى وطنكم ولا تروجوا الاشاعات فخيركم خيركم لأهله صحيح احنا بشكرك مولانا اوي 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 على الكلام الحلو ده انا هتذكر كان عندي مدرس الله يسامحه رب وجزيه كان اخوان كان بيدرستنا دين واحنا صغيرين في المدرسة فقفت قتله الله والله العظيم او سامحه يلا ربنا يهدي انه لا احنا في لحوم الضحية ما نديش المساحية اعوذ بالله حكتلي فمرة وقلتلي الحكاية دي وحكتلي على سيدنا عمر قلت لو قلت الزمن تعدي بيا الورا لكدت كلت بني الراجل ده لا والله وقان الله شر الجهل بس مش والتعصب نجانا الله من التعصب والجا لكن لو هذا المعلم بقى قرأ قول الله في السورة الانبياء وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم اشكرك موليانا شكرا لكم كل سنة وحضرتك طيب وبيت صحة وسلام عليك وعلى عيلتك والبيت كله وعلى كل بلدنا وعلى كل الانسانية ربنا يا رب يكتب الخير لكل الانسانية وتيهدى الحرب بقى محدش بيحب الحرب شكرا للمولانا الدكتور فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وستاد الفقه المقارن بجماعة الأزهر وعنلتقي طبعا أكيد مع مولانا في رمضان أنا عارف أنتم مستنيين وبإذن الله سبحانه وتعالى يبقى موجود معنا بشكل منتظم وخلصت الحلقة لحد كده الأمر اللي هم من قبلها من بعدها بعد ما هنخلص على طول هتلاقي دقتين ودخل عليك كريم رمزي ورقم عشر وتحليل ولا أروع مما لا شك فيه فيه انتظار يعني تحليل السيناريوهات المنتظرة المتوقعة لمباراة بكرة هنكسب بإذن الله بالخير دعوتك مولانا بالخير يا رب اللهم آمين ولو كلنا العمر نقابلكم بكرة بإذن الله وبرنامجكم التسعة شكرا لكم